موسيقى عاصفة هودا التي ضربت المملكة مؤخرا كان لمحافظة الكرك نصيب منها وما سبق العاصفة وخلالها ساهمت الجهود التي بذلتها العديد من الجهات بقطاعيها العام والخاص في الحد من تأثيراتها بشت الطرق والوسائل الشكوى التي برزت خلال الساعات الأولى بالمحافظة هي انقطاع التيار الكهربائي وقد ساهم توقيت التنبؤ بقرب العاصفة في الحد من تأثيراتها حيث تزود المواطنين باحتياجاتهم جامعة مؤتة هي الأخرى كان لفرقها الميدانية دور في خدمة المجتمع وخدمة طلبتها لدينا سكنات طالبات كل سكن من سكنات الطالبات يوجد فيه مش أقل من 40 فالموجود عندنا حوالي 280 طالبة في السكن الداخلي قامت الجامعة وبتوجهات من عطوفة الأستاذ الدكتور ريد الخوالد رئيس الجامعة بتأمين هؤلاء الطالبات بوجبات غداء استمرت كاميرتنا بالمتابعة الميدانية خلال ساعات الليل مع فرق الأشغال العامة في منطقة لواء المزار الجنوبي وعلى أرض الواقع تجلت الجهود المبذولة لفتح الطرق ضمن ما أوكل لهذه الفرق من مهمات وإحنا الآن بنعمل جاهدين ليلا نهارا من أجل فتح جميع الطرق في اللواء وإحنا الآن الحمد لله رب العالمين جميع الطرق في اللواء حتى الطرق الفرعية الآن نحن بنشتغل جاهدين عليها ليلا مشاكل البنية التحتية في منطقة مؤتة التي دائما هي هاجس المواطنين فيها والتي تتجلى ظاهرة للعيان في فصل الشتاء تحدث لنا عنها هذا المواطن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة هي أيضا كان لها دورا مهما في تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين حيث ساهمت بشكل كبير في فتح الطرق وتوزيع المساعدات تابعت كاميرتنا هذه الجهود المبذولة نهارا وليلا أنا إلي يومين مبارح حاولت أنقذ أخوي حاولت أسعفه ووقفت معي السيارة حكيت مع بلدية المزار أكثر من خمسين مرة حكيت مع الجهات حكيت مع كل الجرافات اللي بتعدن كل بقول لي هذا شارع فرعي إلا المسؤولين يقولوا لينا لكن الجيش لما انتخذتم على شارع الرئيس الساعة عشر في الليل لبوا النداء على طول وطلعوا من فوق الجزيرة وسحبوا لي سيارتي وأنقذوا سيارتي وأنقذوها وأخرجوها لي من المأزق اللي هي فيه كانت فعلا مدمونة في الثلج أنا بتمنى على كل واحد قائم في هذا الوطن على قدر مسؤوليته أن يحذو حذو رجال الجيش اللي قائمين على قدم وساق سواء في الليل أو في النهار في مثل هذه الظروف إن تكاتف جميع الجهات والحسب المسؤولية من قبل المواطنين يساهم بشكل كبير في الحد من تأثيرات مثل هذه العواصف وهي خير من الله عز وجل نتمنى دائما خلالها ازدياد هذا الخير والسلامة للجميع دائما ترجمة نانسي قنقر